الوزير أهلا وسهلا فيك بي اللي شفته بالتقرير اليوم قديش اليوم لأي مدى بيضال وضع اللبناني بالطبابة هيك؟ مدام اللبنانيين راضيين أنه يتعاملوا كأطعان معزي كل واحد بيدير وزعيم لحيضلون هيك برضاهن هني هيك لأنه الشخص لما بيصير بحاجة لخدمة صحية ما بيكون مثل موابعه لما عم بيشتري أي خدمة الكان بيكون فائد قدرته على التفاوض بيكون بموقع ضعف موقع حاجة وبالتالي كتير هين أنه يبتز كتير هين أنه يبتز لا يتطلع منه مصاري وكتير هين لا يبتز لا ينشرع ولاقه هذه إهانة لكل مواطن لفكرة المواطنة بهالبلد ليش اليوم ما عنا أي طغطية صحية واضحة ولكل لبنانيين تشبر كل لبنانيين؟ للسبب اللي عم نحكي لأنه من جهة فيه مال كتير بالصحة بكل أوجهة يعني إن كان بالإدوية إن كان بالمختبرات إن كان بالاستشفاء هيده بيزنس طويل عريض ومن جهة تانية لأنه تأمين خدمة صحية مثل ما موجودة ببلاد العالم بتعني إنه فيه ناس بدون يدفعوا ضرائب وهيدول ما مستعدين يدفعوا ضرائب وتالت شيء وهذا الأدهى إنه لما الناس بيبطلوا بحاجة يطلبوا حسنة هني براسهم حسنة مش حق هون وزارة الصحة بس فيه غير وزارة الصحة فيه الجمعيات اللي بتدعي إنه هي خيرية وفيه المستوصفات وفيه تجارة طويلة عريضة بكل مرة هني عم بيبيعوا ولائهم هل فيه سياسة اللي بتضل ماشي بالبلد إنه جوع الشعب ويحكمه وخلي الشعب يضل بحاجة للزعيم يضل يروح يستجد يضل يترجى يضل يشحد على البوائد صحيح فيه سياسة ممنهجة وإذا بتلاحظ إنه كل اللي عاملين مليارات بهالبلد كيف بيجوا بيعاملوا زعامي بيجوا بيأسسوا جمعيات بيسموها جمعيات خيرية ويبلشوا يوزعوا منح في حين إنه ما حدا منهم بيدفع قرش ضريبة وبالتالي هالعلاقة يلي بتحط الدولة عجنب وبتلغي فكرة المواطن وبتخليه يكون ذليل ومحتاج هي على أساسها تبنى هذه البناء اللي اسمها اليوم طوايف وميليشيات وهي دي اللي صايرة مش بس بلبنان عم بتشتيح المنطقة كلها نعم تاب اليوم في عنا هالطبيب لكل 250 مواطن نعم وبعد في ناس بتموت على بواب المستشفية نعم هاي المستشفية كمان هيك نحن عنا نسبة أطباء نحن عنا مسجلين بالنقابة حوالي 12 ألف طبيب وفي منهم حوالي 3500 طبيب عام هاي دي النسبة بحدود 300 شخص لكل طبيب هي من أعلى النسب بالعالم يعني هي تقريبا ضعفين النسبة يلي موجودة بأغنى الدول يعني عنا أطباء مرتين أكتر من أغنى الدول وعننا أسرة أكتر وعننا معدات فحوصات وراديو مرتين أو ثلاثة بيصير السؤال كيف عايشين هيدول هيدول عايشين لأنه بوسائل مختلفة تركبت إليات تيتأمن لهم مدخيل تفوق المدخيل يلي مفترض تطلع لهم يعني من خلال عقود بتأمن لهم مدخيل حتى لو ما في مرضى من خلال اختراع حالات وهمية من خلال إجراء عمليات ما إلا عازي إجراء فحوصات ما إلا عازي وصف إدوية مقبيل أبض رشا رشا من خلال وكيلات الأدوية صحيح يأما عينا يأما بسفرات ومؤتمرات وهدايا وندوات وبالتالي هيدا عملية تشليح منظمة تنقدر نخلي هذا العدد الهيل من المستشفيات والأطباء عايش بس عايش ع حسب الناس علما أنه لازم ننوه اليوم بجهود عم بتصير بوزارة الصحة لا إدخال الناس على المستشفيات خاصة أنه إحنا معنا مع الإعلام ولا مرة ما عم نبلغ الوزارة إلا ما إذا تم إدخال المواطن على المستشفيات ولكن هذا شيء بعد ما يعني بعد ألاعص هذا ما شيء يعني الناس الموجودين بوزارة الصحة إن كان من إداريين أو فنيين أو أطباء ناس في كتير منهم يعني منتزين نعم نحن عاصلنا مع دكتور جوزاف الحلو مسألة مدير العناية الطبية على طول في تجاوب بس في سيستم كبير في مشكلفين تماما لابس في نقطة مهمة هون في تجربة يحصلة لازم تذكروها اللبنانية شوي ما يكونوا بلا ذاكرة بالمرة طبعا من فترة أصيرة وضعت شغلتين وحدة هي الوصفة الموحدة تاني شيء الجينيريك يتذكروا اللبنانية شو صار قامت الله الله المصالح المتكتلة تم يصير فيه وصفة موحدة ليش؟ أن الوصفة الموحدة بترصد مين عم يوصف عطول من نفس الوكيل تاني شيء لما تنزل الجينيريك وصار مسموح أنه الشخص يروح هو ياخد الجينيريك بدل دواء الوكيل شو صار؟ فجأة وطية أسعار الأدوية بنسبة بتتراوح بين 20 و 40% كيف معقول كيف معقول يكون وطي سعر دواء بنسبة 40% وبعدهم يربح الوكيل وبعدهم يربح الوكيل شو كانت حجم السرقة اللي عبتصير قبل لازم ما ننسى نحنا أنه مرأ بها البلد وزير اسمه إيميل بيطار يلي إجا تجار الأدوية سكرت البلد كلها سوى أضراب عام لجمعية التجار ومستوردي الأدوية حتى أرغم على الاستئال وما حدا نوقف معه صحيح؟ نعم صحيح نعم ومثل ما صار كمان المشروع اللي حضرتك كمان عم تحكير هنجع نقطع لعنده شفنا عدد كبير معليك من الصندوق يلي بتقدم خدمات صحية لفئات مختلفة كل حدا صندوق وكل حدا بالتعونية وكل حدا جهة معينة بيدفع الأميلة وحدة ليش مش كل اللبنانيين بيكون عندهم نفس نظام التغطية الصحية يعني ليش هالسنديق كلها 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 ما بتندمج مع بعضها بيصير فئلية وحدة وكلها خضعين لنفس اللي أو نفس الصندوق هاي دي السنديق يلي موجودة كل وحدة إلى قصة يعني كل مجموعة بقدرتها على التفاوض حققت بوقت معين مكسب معين نعم القضاط الجيش الزباط شو بعرفني الأطباء يلي هني وبالتالي إذا بدك تيجي اليوم تتوصل لوضع نظام تغطية صحية شاملة وحطيت كبداية أنه أنا بدي وحدهم كلهم كل مين عنده مكسب قياسا على التاني ولأنه هالأد لح يصير خصمك وهيدول قوية كتير لذلك الطرح ما كان هيك أبدا كان وضع تغطية صحية شاملة أساسية لكل اللبنانيين وكل مين عنده سواء من جيبته أو من خلال مكسب قدر يحققه على حساب المال العام إضافة هيدا بيكون صندوق تكميلي يعني يلي هو بياخد أكتر بده يقعد برامير كلاس هيدا زيادة هو بيموله بيدبر حاله بس الطغطية الصحية الأساسية هي شاملة لكل المواطنين اللبنانيين هون عم نحكي عن مشروع لحضرتك تماما ووقتها هيدا السندق اللي موجودة يلي بتقدم أكتر يصطفلوا هني يدبروا حالهم بتكون تكميلا لما هو معمم عارق اللبناني هنا كان العنوان العريض لمشروع تماما مين وقف بوجه لقلك وقف بوجه فيه كان كذا خط بالنعرك فيه أول خط طبيعي يلي بدون يدفعوا ضرائب لأنه لازم الناس يعرفوا أنه بلبنان إذا اعتبرنا أنه الناتج أربعين مليار دولار نصهم هيدول نصهم بيروحوا بين أرباح مصارف ومدخيل على الوداع بالمصارف الكبيرة وأرباح بتجارة الأراضي نصهم وهالأنشطة الثلاثة ما بتشغل حدا ما بتخلق ولا فرصة عمل ولا بتصدر شي نعم جينا نقول هيدول يا جماعة إذا نحط على يون زيادة ضريبة وقسم منهم ما بيدفعوا شي أساسا بحدود الثلاثة لأربعة بالمية من أمن ما تخول بحدود الألف ومئة مليار ليرة يلي ما تأضيفي تلت تسعمية اللي عم تدفعها الدولة الدولة اليوم عم تدفع تسعمية مليار ليرة على الصحة سواء من خلال وزارة الصحة أو من خلال تعاونية الموظفين أو من خلال سندي العسكرية ثلاثة أو من خلال مساهمتها بالضمان من خلال قنوات مختلفة عم تدفع الدولة اليوم تسعمية مليار كل اللي عم نحكي عنه لكل اللبنانيين المقيمين ألفين مليار بينقص ألف ومئة ألف ومئة مليار يعني سبعمية مليون دولار يعني شي مرتين ونص قد حفلة ترحيل الزبالي اللي مريق ما حدا عم تحكي عنها هل بتعرف أنه في اختراح قدم إلى مجلس الوزراء لإعفاءات من فترة لبنوك كبيرة باللبنان تربح عرفت فيها بدون يعفون من الضرائب حضرتك عم تحكي فيه بالميلة التانية شو عم يصير عندنا هيدول عارضوا وطبيعي عارضوا لأنه هيدول ما فرقاني معهم أساسا بيعتبروا أن وجود سكين بها البلد مزعجوا بيسمون أبو رخوصة لو بلاهم أريح هيدول عارضوا طبيعي عارضوا ما كنت متوقع العكس بس اجيت معارضة تانية كمان من وزير الصحة بوقتها الاستاذ علي حسن خليل يلي اجي بكل صراحة قال هيدا الموضوع أنا بوقف ضده وبشكره على صراحته لأنه هيدا إذا تنفذ القوى السياسية يلي اليوم بتقوم على أدوات خدمتية بتفئدها وبالتالي ما بيقول أنها تماما بتبطل الناس عايز السياس وبطل نتروح لعند حدث بس مش بس هيك طلع بعد أحلى من هيك طلع أنه رئيس اتحاد العمالي العام غسين غصر العمالي العام ايه اتقدم بشكوى لدى منظمة العمل الدولي ضد وزير العمل اللي أنا يعني بوقتها وخلال اللحظة ذاتها وصلت شكوتين مطابئة حرفيا قدمها الاستاذ نعمة فريم بصفته رئيس جمعية الصناعيين سبحان الله هبطوا الروح الأدوس على اتنين وكتبوا ذات النص عم بيتشكوا لدى منظمة الأمم من عمل الدولية كيف أنه وزير العمل بلبنان بده يعمل تغطية صحية شاملة ممولة من الضرائب لهلأ بعضهم بيتندروا فيها بمنظمة عمال الدولي اذا اتقالفت كل هذه المصالح لصد هالشي يا أما من باب الجشع يا أما من باب الحاجة إلى استزلام الناس يا أما من باب العمالة وهون كمان ينتبهوا اللبنانيين اللي عم بيشوفونا انه هدول عم بذكرون ما فيه تمانة واربعطاش هدول كلا ياتهم لا تغطية صحية لكل اللبنانيين وياللي ضدها وياللي ضدها هن كلا ياتهم الثمانة والاربعطاش تب شو المطلوب يعمل المواطن اليوم لأيمتا ممكن نتأمل بتغطية صحية فعالة وشاملة على كل اللبنانيين بالفعل يعني مش بالحاكة تكون نعم هي النصوص كلها موجودة والموضوع بحث بأداء تفاصيله وشاهم بدراسته ونظمة عمل الدولي والبنك الدولي ووزارة الصحة وتوزيع المهام كله هيدا ونعملت دراسات كتير دقيقة تنشوف شو تأثير هالشي على الاقتصاد لأنه هون بدي شغلة تسمح لحظة صغيرة نعم الشخص بلبنان لما ما كانت خاصة أو عامة بيقبض أجره النقدي بيروح بهالأجر النقدي بده يلبي حاجات عائلته بس في شي تاني اسمه الأجر الاجتماعي الأجر الاجتماعي هو يلي بيتحقق للمواطن بمعزل عن وضعه بالعمل نعم يعني إن كان عاطل عن العمل إن كان كبير بالعمر صغير بيشتغل لحسابه بيشتغل بمؤسسة صاحب مؤسسة صغيرة كبيرة شو ما كان هذا الأجر الاجتماعي بيغطي جزء أساسي من حاجاته يعني الصحة من السلعة هايدي الصحة مأمنة للكل التربية مأمنة للكل هايدي الأجر الاجتماعي ما بيكلف زيادة لما بدك توظيف حدا يعني إنك بدل ما تعطيه معاش زيادة عم بتشيل عنه بنود أساسية من أكلاف معيشته هايدي الأجر الاجتماعي هو يلي بيخلي ناس يهاجروا من بلاد مثل بلادنا حتى لو بدون يكونوا عاطلين عن العمل تيروحوا على بلاد مثل بلاد سكندينفية ألمانيا لأنه هايدي الأجر فيه أجر اجتماعي المفارقة إنه لما جينا نطرح هذا الموضوع وجينا نقول بدنا نعفي المؤسسات من الرسم يلي بتدفعوا 9% الاشتراك للضمان الاجتماعي ما أنه وقتها كان في قضية الأجور نحن نحن بخريف 2011 نعم مفترض إنه المؤسسات تكون كتير فرحانة لأنه هي بهذه الطريقة عم بتخفف على حالة أعباء وعم بتخلي دخل الأجير يزيد من دون ما هي تدفع له وعم بتخلي إنه هالأجير يلي معه إدرى شرائية إضافية يروح يشتري منه بضاعطها سواء كان متجر أوه هون كمان هيدول عكس المنطي ما وقفوا مع مصلحتهم هيدول وقفوا مع القيادة تبعيتهم يلي هي هذه الزمرة المتحكمة بالمال بالمال بكل شي بقى لامتن بيصيروا اللبنانيين لما اللبنانيين ببلشوا يوعوا إنه إذا هني اليوم عم بينداروا كالقطعان الحق عليهم هني ومع أحدا تاني نعم أنا بشكرا كتير شكرا لكل المعلومات شكرا لشهودك ولا مشاريعك ولا دعمك للمواطن اللبناني قبل أي شيء تاني سياسي شكرا لو قوفك حد الفقير وحد غير الفقير وحد كل مطلب عند كل لبناني وقوفك أمام مجتمع المدني ونحن منفتخر إنك كون ضيف بهذا البرنامج نفتخر نحط إيدنا بإيدك بأي مشروع بتتقدم فيه لمصلحة لبنان ولا لمصلحة المواطنين اللبنانيين على أمل يبصر نور هذا الملف بريك